السؤال الثاني اللي هناخده يا رب نلحق نقوله قبل الفاصل أحمد عبد الحميد بيسأل مساء الخير يا دكتور هل النفس من الفم يقلل الأكسوجين للمخ ويسبب قلة الكلام طيب هو أولا لا يعني ما فيش النفس من الفم لا يسبب نقص في الأكسوجين في المخ ولا يسبب قلة الكلام لكن التنفس من الفم في حد ذاته بيعكس وجود مشكلة كبيرة بيعكس وجود مشكلة أن فيه تضخم في النسيج الغدي اللي احنا بسميه اللحمية ودي درجة متطورة من الالتهاب يعني أو درجة كبيرة من الالتهاب أنها تصل إلى أنه يبقى فيه انسداد في المجرى التنفسي أو بمعنى أدق المجرى التنفسي مش سامح قوي أن الطفل يتنفس من منخيره فعلى طول الطفل يتنفس من بقه فهنا يعني السؤال لابد أن يوجه ليه هو ليه بيتنفس من الفم تمام؟ هو بيتنفس من الفم عشان موجود مشكلة في منطقة الأنف ومنطقة المجرى التنفسي المشكلة دي بقى ممكن تكون لحمية وممكن تكون لحمية وحاجات تانية والتهابات أخرى فدي المشكلة الجديرة بالحديث عنها أو الجديرة بالحل والبحث لها عن حل لكن بخصوص سؤال حضرتك بشكل مباشر هل ده بيأثر على الأكسجين بتاع المخي الإجابة؟ لا ما بيأثرش على الأكسجين المخي لكنه هيسبب حالة التهابات دائمة في الحل أو في الزور للطفل لأن الطفل لما بيقعد يتنفس من بقه ربنا سبحانه وتعالى خالي المجرى التنفسي ده عشان التنفس يحصل منه لأنه بيحصل عملية إعداد للهوى قبل ما يدخل على الجهاز التنفسي وبيحصل له تدفئة أو حاجات كده فكون أنه هو الطفل مش قادر يتنفس من مناخيره ده دي مشكلة كبيرة جديرة بالاهتمام جدا جدا لكن التنفس من الفم ما يخليش الطفل يحصل له حاجة في المخ ولا يؤخر النطق طبعا تمام؟ دي مشكلة وبكرر دي تخصص أمراض الأنف والوزن والحنجرة هم المعنيين بيها وأرجو أن حداك ما تتأخرش في عرض طفلك على هذا التخصص بالتحديد